يعطيكم الها في عاشر طبعا احنا مبارح خلصنا الجزء الاول من المفعول فيه طبعا المقدوري اني انا خلصه بحصة وحدة بس عشان توصلي الفكرة اسهل لكم رح اجزء لها ثلاث اجزاء او جزءين المبارح تحدثنا انه الظروف او المفعول فيه هو اسم منصوب يدل على زمن الحداث او زمن وقوع الحداث او مكان وقوع الحداث يتضمن معنى فيه اليوم انا بدي اخد الظروف المبنية ايش يعني ظروف مبنية هو ما لزم اخرة وحركة واحدة لا يفرقها انتو شفتم بارح انه كانت الحركة فتحة لانه كان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبي فتحة صح مش هيك هاي المرة رح تتغير رح تكون بس حركة واحدة على افعال هسا في عندي افعال ظروف مبنية مختصة بالزمان مختصة بالمكان ومشتركة بين الاثنين لكن في عندي ظروف مبنية على الضم مبنية على الفتح مبنية على السكون وببنية على الكسر شو حاط عندها؟ حفظ كاملة المبنية على الضم يعني ما رح يختلف العرب يعني بعرب كالقاتي ظرف زمان او مكان حسب الظرف اللي عندي تمام؟ مبنية على الضم او على الفتح او على السكون او على الكسر في محل نصب مفعول فيه كيف بنعرب الضمير المتصل لما نحكي ضمير المتصل مبنية في محل ها؟ هذا بنعربه ظرف مكان مبنية على الضمة او على الفتحة او على السكون او على الكسرة في محل نصب مفعول فيه المبنية على الضم دايما ضم قطه قبله وبعده إذا قطعه عن الإضافة يعني إذا ما إجاها قبل بعدهم منضاف إليه هذا اللي قصده عوضه منذ وحيثه مبنية على الفتح أين الآن أيان وريث وثم ثم بمعنى هناك المبنية على السكون إذا إذ بين وبينما أي لد لد لما أو إذ ما وهنا والمبنية على الكسر هي وحيدة أمسي تمام؟ هاي الظروف دائما هيك ما بتتغير حركتها حركتها تبقى كما هي وبعربهم ظرف زمان أو مكان مبني على ضم فتح كسر أو سكون كمام؟ في محل نصب مفعول فيه أنا بعد ما خلصت هاي المبنية على الضم جمعتكم إياه بظروف مبنية تختص بالزمان هاي كلها للزمان إذا بدلني على زمان متى؟ أيانا؟ إذ؟ أمس؟ الآن؟ منذ؟ قط عوض بين بينما؟ ريث وريثما؟ وكيفما؟ وليما؟ والظروف المبنية المختصة بالمكان حيث وهنا وثم وأين أما المشتركة بين الزمان والمكان وهذا الإشي بعرف من خلال سياق الجملة أن لدى لدن قبل وبعد تمام؟ قبل وبعد طبعا حكينا إذا قطعا عن الإضافة لأنه رح نيجي كمان شوي نحكي عن أو لحص الخميس نحكي عن الظروف المعربة يعني تعرب حسب موقحها في الجملة وهذا كتير سهل تمام ما درست أو ما كذبت قط قط طبعا لازم لا كيف بدي أعرف قط قط هون بعريبها ظرف طبعا بديلني قط ونقط ونقط بلاش ما هيا قط بعريب ظرف زمان مبني شو حركتها؟ مبني على الضم في محل نصب مفعول في هيك تمام؟ هاد هو درسنا لليوم وكل الإعراب هاي راح تكون نفس الأشياء على الظروف المبنية تمام؟ وضحات يعطيكم ألف عافية وبشوفكم على خير ويوم الخميس الحصة الأخيرة للمفعول في يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر